تحديث جديد المميزات هذا التحديث من أهم مميزاته هو تطبيق جديد بينضاف عندك بعد عملية التحديث باسم المساحة الحرة بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى إن شاء الله بنتكلم عليها بعد عملية التحديث وبكل تأكيد مع كل عملية التحديث بيكون في سد ثغرات أمنية بالإضافة إلى إصلاح عدد من المشكلات الآن كل علينا نسويه بنضغط على تثبيت أو تنزيل وتثبيت بندخل الرقم السري الخاص بالجهاز وبننتظر طلب عملية التحديث وإكمال عملية التحديث تقدر تحدث عن طريق البيانات الخلوية أو حتى عن طريق اللي هو شبكة الواي فاي تأكد بطارية جهازك فوق الـ 50% أو أشبكه على الشاحن ولا يكون في وضع توفير البطارية لأنه بعض الأحيان ما بيكتمل عملية التحديث معاك كل عملية التحديث لأي جهاز آيفون أو آيباد أو أي نوع جهاز ما بتحذف أي شي عندك بالجهاز ولكن للإحتياط خذ نسخة احتياطية لجهازك لأنه أثناء تثبيت عملية التحديث أوقات نسبة بسيطة ممكن يعلق معاك الجهاز بالتالي بتضطر لعملية فورمات لكامل جهازك وبتخسر جميع بياناتك فالأفضل يكون عندك نسخة احتياطية للجهاز كذلك تأكد من وجود مساحة كافية في جهازك قبل عملية تثبيت التحديث لأنه لو ما عندك مساحة أيضا بيعلق معاك الجهاز وممكن أنه ما يسوي عملية التثبيت للتحديث بالتالي يعلق وأيضا بتسوي عملية فورمات فتأكد من المساحة يكون عندك مساحة كافية وبس تقريبا هذا هي عملية التحديث الآن أسوي عملية التحديث وبعدها إن شاء الله بنستعرض المميزات طيب يا أخوان تم تثبيت عملية التحديث بنجاح وتم تحديث الآيفون إلى الإصدار الجديد iOS 16.2 الآن بعد إعادة تشغيل الجهاز وتثبيت التحديث لو دخلنا على عام تحديث البرامج هذا هو الإصدار الأخير تقريبا بنتكلم هنا عن عشر مميزات جاءت مع هذا التحديث أولهم ميزة حاليا فقط في أمريكا وهي حماية البيانات المتقدمة إيش يعني؟ يعني تشفير شامل للعديد من خدمات الآي كلاود الخاصة بأبل مثل الرسائل الصور والبلاحظات والتذكيرات وأيضا الصوتيات اللي أنت بتسجلها كذلك النسخة الاحتياطية لأجهزتك عند أبل هي من أول البيانات مشفرة ولكن اللي صار أنه صار فيه توسع لهذا التشفير صار تشفير شامل توصل لباقي الدول إن شاء الله في عام 2023 يعني بعد شهر تقريبا بالتدريج لبقية الدول طيب الميزة الثانية واللي حتلاحظها بعد التثبيت أنه تم تثبيت برنامج جديد والمعروف باسم المساحة الحرة هذا هو عبارة باختصار شديد عن سبورة مساحة للإبداع تقدر تصمم لوحة تقدر تبدع أنت فيها تقدر تشرح شيء معين تقدر ترسم أفكارك والعديد من الأفكار تقدر تستغل هذا التطبيق من خلاله وطبعا بتستفيد منه استفادة كبيرة لو أنت تمتلك جهاز أيباد لأنه تطبيق يدعم قلم أبل والأجمل في هذا التطبيق زي بقية التطبيقات أبل الأساسية أنك تقدر تتعاون فيها مع عدة أشخاص يعني تسوي لهم دعوة بيوافقوا على هذه الدعوة ويصير أنتو الاثنين أو الثلاثة العشرة تقدروا تكتبوا أو ترسموا في نفس اللحظة فلو سوينا متابعة هذه هي سبورة بسيطة جدا تقدر تصغر تكبر بأصبعينك كذا بهذا الشكل تقدر تضيف صورة من ألبوم الصور عندك أو تصور ورقة أو تضيف رابط على سبيل المثال الآن أضفت أنا هذه الصورة من ألبوم الصور عندي ولاحظ معايا يدعم القياسات عشان تضبط المساحة براحتك تقدر من خلال الخيار الثاني ولو زي ما قلت لك أنه يدعم القلم على أجلسة الآيباد فحيكون التعامل جدا معه بصورة لطيفة فتقدر أنت الآن تبدع زي ما أنت ترى مناسب لك تقدر من خلال هذا الخيار أيضا أنك تضيف مساحة بهذا الشكل وتدرج نص مكتوب بهذا الشكل الآن لو صغرنا نقدر نجيبها بأي مكان ونغير حجمها ولونها وإلى آخره نقدر أيضا من خلال هذا الخيار تشوف أشكال هندسية جاهزة عندك أشكال جدا كثير ومقسمة عندك هنا الأشكال الأساسية عندك هنا الأشكال الهندسية عندك كائنات عندك حيوانات طبيعة طعام رموز أشياء جدا كثير بهذا الشكل وتقدر أيضا تضيف اللي هو ستيكر زي اللي هو ستيكر الملاحظات مثلا لو أنت حابب تضيف ملاحظة معينة وإلى آخره ممكن من خلال هذا الخيار تعطي تسمية لهذا المفكرة أو هذه السبورة أو هذه اللوحة تقدر تصدرها كما الف بي دي اف تقدر تسوي لها طباعة تقدر تحطها بالمفضلة وأيضا تقدر تضيف أشخاص تشاركهم معاك في نفس الوقت وهم أيضا يضيفوا أفكارهم معاك من خلال هذا السهم وترسل الدعوة سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق البريد أو تويتر أو واتس أب أو إلى آخره وتقدر أيضا تتحكم بصلاحياتهم يعني فقط يشوفوا اللي انت جالس تسويه أو إنهم يسووا أيضا تغييرات على الملف معك طيب لو اتجهنا إلى الميزة الثالثة وهي إضافة عناصر جديدة في شاشة القفل لو ضغطنا تخصيص شاشة القفل الآن شفنا هذه العناصر حاللاحظ الآن إضافة عناصر جديدة زي مثلا اللي هو التذكير بالأدوية اللي موجود في تطبيق الصحة من أبل كذلك اللي هو ساعات أو مواعيد النوم هذه تم إضافتها من العناصر والأدوات الجديدة لشاشة القفل لو اتجهنا إلى الميزة الرابعة وهي أيضا تخص اللي هو شاشة القفل أو شاشة العرض الدائم الأجهزة الدعمة لو اتجهنا إلى شاشة العرض والإضاءة ونزلنا إلى خيار تشغيل الشاشة دوما حاللاحظ هنا في إظهار الإشعارات أو إظهار الخلفية وطبعا تقدر تطفيها وهذه موجود من أول فمثلا لو أخفينا الإشعارات حيكون بهذا الشكل ما في أي إشعارات وطبعا حيكون أثناء الشاشة وهي بهذا الشكل اللي هي أولوز ان ديسبيلي لكن أول ما تشغلها يعني تولع زيادة حدبان عندك الإشعارات الميزة الخامسة وهي تخص الأنشطة التفاعلية وهذه موجودة في نفس التطبيق الرسمي من أبل واللي هو الأبل تيفي وتخص أيضا اللي هي الإشعارات الخاصة بالرياضة فلو سوينا متابعة أثناء طبعا الدوريات زي الـ NBA والـ Premium League وإلى آخره حتكون داعمة للديناميك اللي هو آيلاند اللي هي الجزيرة التفاعلية حتقدر تتابع النتائج بكل سهولة وطبعا في تطبيقات الآن تقدم هذه الميزة زي مثلا هذه التطبيقين فلو دخلنا مثلا عن هذا التطبيق الآن مثلا هذه المبراءة بعد قليل حتشتغل نحطها في قائمة تابع الآن تابع معايا الآن تدعم الجزيرة التفاعلية بهذا الشكل فبهذا الشكل حتلاقيها دعمة للجزيرة التفاعلية وتشوف النتائج بشكل مباشر كذلك على شاشة القفل بهذا الشكل فصراحة جدا رهيبة الميزة السادسة عندنا وهي خاصة بالـ AirDrop فلو دخلنا إلى عام بعد ما ندخل على الإعدادات وبعدها دخلنا إلى الإرسال السريع في السابق لما كنت تحط الجميع تنساه على سبيل المثال أحد كان بيرسلك شيء على AirDrop أو أنت بترسل لأحد فبتجيك مضايقات كثير من ناس ما تعرفهم ورسائل وإلى آخر الآن حددتها قبل وخلتها فقط لعشر دقائق لما تختار الجميع ويقفل من نفسه ويرجع إلى جهات الاتصال فقط طبعا لما يعرف الإرسال السريع أو AirDrop أنك تقدر ترسل أي ملف أو أي صورة أو أي ملاحظة عندك في الجهاز أو أي تطبيق حتى على سبيل المثال هذا التطبيق نقول له مثلا مشاركة التطبيق هنا بيطلع لي الإرسال السريع وهنا بيجيني جميع أجهزة أبل اللي ممكن أستقبل عليها هذا الجهاز هذا هو AirDrop وبس تقريبا أخوان هذا فيما يخص مميزات الإصدار الجديد 16.2 على أجهزة الآيفون كذلك من يمتلك ساعة أبل نزل أيضا التحديث الجديد فلو دخلنا على تطبيق الساعة بعدها عام بعدها تحديث البرامج هيظهر معك الواتش OS 9.2 فتقدر تسوي التحديث وأخيرا نزل تحديث أيضا لأجهزة الماك فلو دخلنا على الشعار أبل سواء كان على يسار الجهازك بالإنجليزي أو على يمي لو جهازك بالعربي بعدها System Setting أو إعدادات النظام بعدها اتجهنا إلى جنرال أو عام Software Update تحديث البرامج تنتظر عليه وبيظهر معك أيضا التحديث الجديد هذا هو الماك OS Ventura 13.1 وهنا الحجم ويختلف أيضا من جهاز إلى آخر فبتسوي إلا هو تثبيت الآن وبتنتظر لحد إعادة تشغيل الجهاز بكذا كنت وصلت معكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتح كله بمعلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا ملاك وسبسكراي في القناة وفي أمان الله